في تونس مسار تشكيل الحكومة أمام المنعطف الأخير والكرة الآن في ملعب البرلمان الكتل النيابية باتت أمام خيارين إما الموافقة على هذه التشكيلة التي أعلنها هشام المشيشي أو مواجهة خيار الانتخابات المبكرة مع ما يتضمنه هذا الخيار من خلط للأوراق انتقادات سياسية واسعة لخيار الرئيس سعيد بدعم حكومة الكفاءات فأي دور للرئيس وأين تتجه بوصلة الأزمة تونسيا من تونس معنا الليلة الكاتب والبحث السياسي يا منذر ثابت أستاذ منذر أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار أيام تفصلنا عن الأول من سبتمبر هذه الجلسة التي يتحدث فيها مصير هذه الحكومة هل سترى الكتل النيابية نفسها مضطرة لإعطاء الثقة لهذه الحكومة خوفا من الذهاب إلى انتخابات مبكرة منطقيا نعم الكتل البرلمانية أمامها خيار أن تستمر في موقع السلطة التشريعية وأن تمنح التشكيلة الحكومية المقترحة من هشام المنشيشي أثيقة لكي تقطع الطريق أمام استمرار حكومة تصريف العمال التي يقودها الياس الفخفاخ وأيضا أن تفتك المبادرة من الرئيس قيس صعيد الذي فرض منذ سقوط حكومة الحبيب الجملي مرشح حركة النهضة نهجه في تمشي رئاسوي وصف من الناحية الدستورية بكونه توسيع لمجال الصلاحيات الممنوحة للرئيس من الدستور لكن أخطاع حركة النهضة مكنته من تمديد مفهوم الأمن القومي من خلال الحكومة الأولى التي رأسها الفخفاخ والحكومة أثانية التي من المفروض أن يقودها هشام المنشيشي الرئيس وسعى صلاحية الأمن القومي ضم عمليا وزارة الداخلية إضافة إلى الدفاع إضافة إلى الخارجية إذن ثمت محاولة لاستعادة المبادرة من أهم الكتل البرلمانية عدا الحزب الدستوري الحر الذي امتهج نهجا آخر مغاير في علاقة بحركة النهضة وتظن وشك في أن بعض الشخصيات قد تكون قريبة من حركة النهضة نعم المشيشي يحتاج إلى 109 أصوات فقط لنغوص قليلا في تفاصيل التصويت أو تمرير الحكومة من هي الكتل التي ستحسم الأمر أستاذ منذر يقال الآن أنه تم حسم 50 صوت فقط لا وفق المعطيات ثم تأمر شبه مؤكد بأن حركة النهضة ستصور تفائدة حكومة المشيشي إضافة إلى قلب تونس كتلة الإصلاح أيضا حركة الشعب وفق آخر تصريحات النائب هيكل مكي يبدو أنها تذهب باتجاه المعادلة بين الشرعية الواسعة التي يحظى بها الرئيس قيس سعيد لكن أيضا تعتبر أن لحظة الاستقرار هي لحظة ضرورية في الظرف الرهن وبالتالي يعني يشير هيكل مكي لأن حركة الشعب ستصور تفائدة الحكومة يعني شبه مؤكد أن الحكومة ستمر خاصة ثمت عنصر لا بد من أن ننتبه إليه أن الأيام الأخيرة حصل شبه سجال وخلاف بين رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة هشام المشيشي هذا من شأنه أن يريح الأحزاب وأن يطمئن بأن هشام المشيشي لن يكون وزيرا أول تتحكم فيه مؤسسة الرئاسة وليس الرئيس بالضرورة بل أنه يحظى باستقلالية تمكنه بأن يكون رئيسا الحكومة والأمر يختلف بين أن يكون واجهة لحكم رئاسة الجمهورية وأن يكون شخصية قادرة على التواصل مع الأحزاب بالطبع والتواصل مع رئيس الجمهورية هذا أمر يمكن أن يريح الأحزاب في ظرف أزمة يعني يمكن أن تفضي إلى انفجارات اجتماعية وهذا بالطبع يقي الأحزاب من مسؤولية مواجهة الشارع بتابعة الحالة ورئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي أستاذ منذر يقول أن أولويات مجلس الوزراء هي المحافظة على المؤسسات الحكومية وإيقاف النزيف المالي وذلك بطبيعة الحال عقب صدور تقرير من وزارة المالية يكشف عن وضعها أو وضع المالية الصعبة قال المشيشي أنه ركز في التركيبة المقترحة على الجانب الاقتصادي وعلى الجانب المالي عندما نستمع إلى هذه التصريحات أستاذ منذر يعني تتعلق مباشرة بالشق المالي والاقتصادي نتساءل كيف بإمكان المشيشي الذهاب في هذا الاتجاه في ظل كل العقبات التي تقف في دربة وفي ظل أيضا الحديث عن حكومة هذه المرة ليس لديها السند البرلماني لأن كلنا يعلم لماذا الكتة البرلمانية اليوم تتجه للتصويت لسيد المشيشي وحكومته وبعيدا الأحزاب السياسية والحسابات الخطيئة الضيقة المشيشي أمام مهمة صعبة وصعبة جدا المعادلة بين العنصر الاجتماعي والعنصر الاقتصادي المالي البطالة في التفاقم أدركت خلال السوداسي الأخير 21.5% تقريبا ومرشحة لمزيد الارتفاع 160 ألف عاطل جديد عن العمل عداء ما خرجته الجامعات عداء 15.4% من العاطلين القدامة الأمر خطير من الناحية الاجتماعية المشيشي على وعي بأن الوضع دقيق وأن هامش المناورة الاقتصادية ضيق جدا مع ما تطلبه المؤسسات المالية المانحة أو المقريضة بعبارة أصح صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي يعلم جيدا أيضا أن إصلاح ووضع المؤسسات العمومية لا يمكن أن يتم دون توافق مع الاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقبية وأيضا مع الأحزاب إذن هو في وضع سعب يحتاج إلى دعم حقيقي من الأحزاب السياسية والأحزاب بدورها يساعدها أن يكون المشيشي هو من يتحمل مسؤولية هذه المرحلة الدقيقة التي تحتاج إلى تسريح عمال التي تحتاج أيضا إلى الخروج إلى السوق المالية العالمية بنسب فائدة عالية إذن الأمر مريح يبدو للطرفين الأحزاب الفاعلة من جهة وهجام المشيشي من جهة أخرى شكرا جزيلا لك منذر ثابت الكاتب والباحث السياسي حدثنا من تونس شكرا جزيلا لك منذر ثابت الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لك منذر ثابت الكاتب والباحث السياسي